نادا، نادا بطل القصة حقيقية النهاردة كانت خايفة أن محمود الولد اللي حبته يضيع منها فاخترعت كتبة عشان تختبر حبه لها وتكسب تعطفه معاها قالت له أنه عندها كانسر وفعلاً الولد يتعلق بيها بالزيادة وبقى بيعملها باهتمام كبير لحد ما اكتشف أنه ما عندهاش حاجة وقرر أنه يقطع علاقته بيها حاولت نادا ترجع له بكل الطرق بس فشلت لقيت نفسها دخلت في دوامة كبيرة ملهاش آخر لحد ما تعرفت على الناس مش كويسة علموها تشرب حاجات مش كويسة بقت بتكلم ولاد كتير الكويس والوحش وفي الآخر أهلها خطبوها الواحد هي بتقول عنه أنه هو إنسان كويس ومحترم بس هي مش بتحبه بعد ما تخطبت ظهر محمود تاني بعد سنة ونص ظهر محمود عشان يقول لها أنا لسه بحبك وحيزر جعلك أنا سيبتك الفترة اللي فايت تديه عشان كنت بتجيكي درس ودلوقتي نادا مش عارفة تعمل إيه مش عارفة تسيب خطبها ولا قادرة تنسى محمود وعشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور مصطفى النحاس استشاري الطب النفسي عشان نقول لك تعمل إياه ست نادا والكل بيمروا بنفس مرحلة نادا نشوفها نعمل فيها إيه زيكي دكتور مصطفى أخبارك إيه منورني بني خليك والله إيه رأيك في القصة الجميلة دي هي جميلة فعلا حلوة بكل تفاصيلها إيه رأيك بقى حلوة جدا وإحنا ما يبقاش نجذب على حد بنحبه ونقول أي حاجة عشان يحبنا أكتر ما هو المشكلة إن الكتب ده مش بيخليه حبنا أكتر بيحب الصورة المزايفة اللي إحنا رسمناها إيه مشكلة طبع أنا عايزة بقى دايما ضحية عشان نحبه عشان يحبني أكتر يعني أحيان بنجذب للواجهين أحيان بنجذب عشان نجمل نفسنا أو زي ما هي عملت كده عشان أكتسب تعاطف أو أكتسب حب أو أخذ بشعر مش عارف أخذها بالشكل الطبيعي والشكل التلقائي أخذها بالشكل الطبيعي ليه لما أنا غيرانه ما هذي المشكلة بقى ده معناه أن أنا عندي إشو عندي حاجة كبيرة جوايا دي بتبقى إشو الزهر طبعا عشان دي مش بس صغيرة هي غيرة وأهزم التعلق هي بتعمل حاجة عشان تعلقوا بيها بكل الطرق يبقى طول وقت هو بيليفت حوليها وأنا لا تعلق بحد ده مرض؟ التعلق للحب الحب معناه أن في حاجة راحة جاية وأن إحنا الاتنين إكول بس أنه ما إحنا دي متعلقين يعني أنا بحب أهلي زي ما هم بيحبوني؟ لا طبعا مش بنفس الدرجة وحتى العطاء مش واحدة من قصدي كده طيب وده تعلق وحب طبش معنا مع الناس التانية بقى؟ حلو أكب التعلق لما بيوصل لدرجة مرضية يعني بيكون شكل غير صحي هو ده اللي فيه مشكلة يعني أشكال التعلق مختلفة في حد بيتعلق بحده عشان هو بيحبه فعنده معاه مشاعر مخلي عايز يكمل معاه وفي حد بيتعلق بحده تما يفعش اختبر حب حد هناك بتختبر حبه فبتشوفه إذا كان بيحبها أو لو بيحبها يقف جنبها زي ما هو عمل هو بيحبها جد كميل يعني طبعا هنتكلم حين عن هو بيحبها أو لا مسوطني فكرة الاختبارات فأموما أسوأ حاجة بنعملها في العلاقات في علاقات صداقة في علاقات أهل في علاقات حب كما أكيد يجب أن تتعلق بحد مكتر ما تشوفه كل يوم بشوفه كتر من أهلي مش هتعلق بيه ازاي طيب صحيح